موسيقى موسيقى من طبيعه الحالي ستبعه قانونيا هذا من منظور الغص وخمع مرنيت في هذا الموقف ولكن إميديات اللي غات مشيت تتابعوا قانونيا باش تعرف منين جوا دوك لو تعيق توصلوا عن ذات السيد اللي انت أصلا ما بغيتش وصلوا عنه طبعا المعطيات الشخصية هو جزء من لا يتجزأ من المنظومة الكونية لحماية السلامة المعنوية للأفراد والجماعات والمجتمعات فالترسانة القانونية الوطنية تتبنى المعاهدة الدولية في حماية المعطيات الشخصية ولعل من أهم التشريعات والمصادر القانونية التي تحمي المعطيات الشخصية هو القانون 09-08 الذي يعطي للحياة الشخصية وللفرض أو الأسرة أو الجماعة حصانة كي لا يتدخل الغرباء أو لا تتدخل جهة معينة في الحياة الشخصية وأن تستغل تلك المعطيات لغرض يأما جرمي يأما انتفاعي بدون رضا صاحب المعطيات لأن استعمال المعطى الشخصي لا من هوية ولا من حساب بنكي ولا من رقم هاتف الاستعمال يالو فيه شرط التراضي مع مع المعني بالأمر يعني بمنطق التعاقد لا يمكن للمعطيات الشخصية أن تستعمال على أي وجه كان بدون رضا وتراضي وموافقة المعني بالأمر هذا من جهة من جهة يعني الإطار المفاهمي والقانوني لحماية المعطيات الشخصية ولكن هناك كذلك الشق الجنائي والزجري الذي يجرم استعمال كل ما هو تصريح كل ما هو مكالمة هاتفية كل ما هو تصوير داخل فضاء الافتراضي وشبكة التواصل الاجتماعي أو نشر بدون موافقة المعني بالأمر أو استعمال صور واستعمال كل ما هو صوت وصورة للأشخاص والجماعات دون موافقتهم مرة أخرى فكذلك هذه المسألة هذه المعطيات الشخصية واستعمالها هي موضوع سلطان التراضي وموضوع التعاقد وموضوع الموافقة والتراضي فهناك قانون 0908 وهناك كل يعني المنظومة الجنائية من حيث الجرائم الإلكترونية ومن حيث استعمال كل ما هو معطية شخصية داخل فضاء التواصل الاجتماعي وداخل مجال الصحافة والنشر بصفة عامة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس ترجمة نانسي قنقر